هو يشوفون أنه الدكتور يوسف الكلابي بهذه الدورة نشط لكن هو يمستهدف الأقليم أبدا خلي سمعوك الكرد أبدا أنا رسالتي للشعب الكردي و لكل الشعب العراقي سنة و شيعة وكردة أنا عراقي و أمثل كل العراق أستهدف أن نضع نظاما الأستاذ نجيم و اليوسف و الكاكحامة و الأبو خطير بالبصرة و العلي بالنجاف و العمر بالرمادي واحد طريقة آلية الصرف واحدة طريقة التخصيص واحدة الالتزام واحد ما يصير أنا أميز سين عنصاد مو صحيح أنت أولادك اللي هم أولادك من صلبك من تبدأ تميز بياناتهم بالصرف راح تشوف أكو تبدأ تصير تفرقة و تصير نقمة و تصير مشاكل تبنيت الواحد فبالنتيجة هذا اللي نسعى إلى أنه إحنا نجي نطبق قوانين العدالة إحنا نجي نقول يابا إحنا كردستان عندنا دستور يقول النفط والغاز و ثروات الطبيعة و لكن كل شعب العراقي ولذلك أبو البصرة اللي هي أكبر محافظة بالإنتاج تنتج أربعة مليون برمية غير الغاز و أكبر محافظة بتفشي مرض السرطان بسبب عمليات الاستخراج والغاز و بنفس الوقت أو بالبصرة ما يقل لك أنا ما أنطي فلوس للديواني اللي ما بيها غاز ولا ما بيها أي إنتاج نفطي ولا ما أنطي للرمادي ولا ما أنطي الكركوك لا أنا ميزاني ترتكز بنسبة 95% على نفطات البصرة موازنة العراق بالكامل زيان أنت من تجيني بحكوبة الأقلي وتروح تحفر وتستخرج وتبيع وبكيفك وتجي تقول أنا كلفة إنتاج البرمية 28 دولار بينما أعلى سقف للإنتاج بالعراق هو 7 دولارات زيان أنت تنطي كلفة إنتاج 21 دولار فوق وزارة النفط الاتحادية زيان والنوب متعاقد لخمسين سنة على أنبوب فقط بالإقليم تنطي علي 10 دولارات مدرجقة وأنت طريقة الاستخراج ماتك بطريقة الشراكة دون الرجوع إلى وزارة النفط الاتحادية أبدا ومن يوم الاستخراج من أول برميل طلع من أرض كردستان إلى يومنا هذا لا أحد يعلم أموال البيع والرحض ولا واحد لا بالإقليم ولا خرج الإقليم نحن في الدورة السابقة أرسلنا على محافظة البنك المركزي وسألنا سؤال التالي هاي أموال النفط اللي جاي وباع من كردستان تدري بيها أنت وين قال لا بنوغك اللي سواء كانت العراقية حكومية أو أهلية أو البنوغ الأجنبية اللي ما أخذها من عندك تراخيص للعمل بالعراق هذا النفط جاي ودع بيها قال لا زيان تدرون وين قال لا ولا أي جهة وبالعكس أنا أقول حتى نواب أقليم كردستان يجوز واحد أو اثنين لقربهم من مصدر القرار الأساسي بأربيل يعرف وين أما باقي السياسيين لا يدروا ماذا الموضوع ولا من حق يسؤل في الموضوع هذا صارت أكو جلسة وحضرتها السيدة وزيرة البالية وأنتو حضرتوا صارت مكاشفة اقتنع الكرد بما طرح من هرقام أبدا لا هم سمقتنعين وسيقول لك نحن هذا الشغل ما نقدر ما نريده هو شلي اللي صار شون يصار بالجلسة أين يا وزارة المالية الأخوة بالأقليم يقولون رواتب ما عندنا أنا مطقتهم الفلوس الآن لعدهم شوف أستاذ في كل دوائر العراق كل دوائر العراق أي وارد يدخل في حساب وزارة المالية يعني أكو حساب وزارة المالية بواسط وحساب وزارة المالية في كل محافظات وفي كل الدوائر إليها حسابات يعني عندنا التسجيل العقاري يوميا مليارات هاي الرسوم أي وين يروح هذا يروح لي وزارة المالية يعني ما يقدر يرمى بالبيت ما يقدر يجيب أجلك الله هذا دواء جريذية خاف يقرض الأضابير ما للعقارات زين يروح لوزارة المالية وزارة المالية بعدين تعكسه وفقا للموازنة التخطيطية زين فأقليم كردستان وفق القانون الحالي لازم عنده وعاء سمينا اللي وحنا سميناه الحساب الحساب البنكي اللي يمفتحها ببغداد المفروض أقليم كردستان يشيري الفلوس وين يحطن بالبعاء هذا الحساب اللي هو يتابع لوزارة المالية ويفتح حساب وين بالأقليم إلي هل يقدر حسابك بشهر كانون أنا أعزز لكم من شهر كانون أعزز لكم من شهر شباط أعزز لكم من شهر آذار إحنا الآن عدنا ثمانية وشوية من الأقليم تريليون دينار دينار من شنو مثلا بيع النفط مال تمال ثلاثة شهر لحد ما توقف أربعة تريليونات إلا شوية الواردات غير النفطية تريليونيا إلا شوية تريليون وستمئة طيناق قروض من تي بي آي ثلاثمية وثمانية قروض من تي بي آي دفع تيان وحدة خمسمية وثمانية وثمانية وثلاثين وحدة أربعمائة مليار من الحكومة مجموعها مجموع يعني مجموع هاي المبالغ يصير ثمانية وستمئة واجهتوهم بالوصولات إنه هاي أرقام لا لا ما معترفين بها أي يقولون إحنا هذا ما نقدرها يا بطولة ميزان المحاسبة شون ما نقدرها بما أفهمت إحنا ما نتعامل هاي لا شلون الطونة أنا بالموازنة التخطيطية عدي 16 تريليون طونة 16 تريليون وسدتكم لا الأرقام هاي مو حقيقية أنا قلت لك بالبداية أي قلت لك الموازنة تخطيطية أي يعني إحنا سياة شهر وصلنا تريليون فإذا أحسبها على 12 12 بالمية إيش قدرهم لهم 7 وشوي أي أنا مصرهم 8 و600 واضح أي بينما التزام من تماما طين لذلك أنا رسالتنا الباحة كانت واضحة إلى شعب أقليم كردستان وإلى ممثلين أقليم كردستان بالحكومة بالحكومة أو بالمجلس النوم